اشتركوا في القناة القمر استقر في الحمل في منزلة الشرطين وهي حكينا انها جيدة لكل ما يخص النساء وغير هيك هي بتكون فيها نوع من انواع الانتحاسة يعني بتكون سيئة يعني الجيد انه عدم البدء باي شيء جديد بهاي المنزلة وخصوصا انه هاي المنزلة راح تستمر لغاية ساعات الظهر هي فقط جيدة لعلاج الاسنان وعمليات الصغرى تقليم اظافر حلاقة شعر تزيين اشياء من هذا القبيل اما من ساعات الظهر تنتقل القمر لمنزلة البطين او البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد اما بالنسبة لتأثيرات القمر لما بكون في الحمل على جميع الموليد في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ونكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن انه نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعات الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في المتاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك يمكن ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفلة ما اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل خلال هذا اليوم اول زاوية فلكية راح تكون في الصباح هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين الشمس وزحل مدتها طبعا باقي لها سبع ايام بتظلها مؤثرة راح تكون هاي في تمام الساعة سابعة صباحا زي ما حكينا هي سلبية تخلق مصاعب عراقيل تحتاج منها لبذل الجهد والتصميم والارادة لتجاوزها بتدل على تراجع طبعا دوليا او عالميا او تأثيرها سياسيا بتدل على تراجع الاهتمام الحكومي بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوجات او المنتوج الفلاحي قطاع التعدين المناجم الصناعات الثقيلة ممكن يصير فيه اضطرابات في البورصة وبصير فيه قلة اهتمام للحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وبتضيق الخناق الامني على الشعب وممكن يزيد نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 11 و 17 دقيقة بعد الظهر اي زاوية بتأجج العواطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح في تعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور بيستحسن او بيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية رح تكون زاوية التزديس ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 31 و 34 دقيقة عصرا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر وطبعا بما ان القمر موجود في الحمل معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 22 اربعة رح يكون في تمام الساعة 12 ونص تقريبا او 12 و 31 دقيقة عصرا او قبل العصر بيستمر حتى تمام الساعة 37 و 35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها القمر لها برج الثور اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 22 و 25 دقيقة فجرا بصير عمره 28 يوم نسبة الاضاءة 10 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 20 و 5 المزاج ممتزج القمر في الحمل حتى 22 و 4 المزاج ممتزج عطارد في الحمل حتى يوم 27 و 4 المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى 13 و 5 بعدما تبدأ عملية التراجع مزاجها سعيد المريخ في الدلو حتى 13 و 5 مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14 و 5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 و 5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15 و 8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتم في الحوت حتى 23 و 6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 و 4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج وممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم بتهتم بمظهرك وبالتغييرات هاي مرحلة انطلاق لمشاريعك الجديدة تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حقل اختصاصك طبعا بما أن القمر موجود في البيت الأول عندك معناته نبدأ بالبيت الثاني البيت الثاني يعني بعطي نوع من أنواع التقلب اليوم على الصعيد المالي منلاقي أنه لغاية ساعات الظهر الأمور بتكون ضغطة ماليا إما بيكون إما مشتريات أو التزامات أو أمور إلها علاقة بالفواتير أو دفع بعض المستحقات أو الاهتمام بمسائل مالية أما في ساعات ما بعد الظهر بتنعكس الأمور بتصير الأمور فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي ممكن من خلالها البعض من موليد برج الحمل أنه يتحصل على دعم مالي أو مساعدات مالية أو مال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه البيت الثالث شوي في نوع من أنواع الروتين على مستوى الاتصالات والمواصلات والاهتمامات بالدراسة وهاي فهي روتيني على حسب طبيعتك وعلى حسب وضعك الاجتماعي أو طبيعة عملك ولكن أنا شايف أنه اللي عندهم امتحانات اليوم ما يعتمدوا على الحضوض نهائيا الوضع ما رح يكون مساعد بشكل كبير لإلهم بدهم يدرسوا يستعدوا في أثناء يعني لا تقديم الامتحانات أما بالنسبة للبيت الرابع ففي ضغط على مستوى البيت ممكن يخلق نوع من أنواع المشاحنات أو الضجر أو الزعل يعني نوع من أنواع العصبية في التعامل مع أحد أفراد العائلة في منكم ممكن يعاني من بعض الأعطال أو الانشغالات المنزلية اللي بحاجة لترتيب أو تصليحات أو ترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس يعني على المستوى العاطفي شوي أنت عواطفك في الفترة هاي بتكون جياشة ولكن أنه يعني هاي الحركة ممكن أنها تجلب نوع من أنواع الحزن أو البكة أو دمعة سريعة على أي موقف عاطفي يعني ممكن مسلسل لقطة فيديو دعاية فيها لمسة عاطفية ممكن تخليك تبكي الفترة هاي عواطفك يعني شوي بتكون متناقضة فعشان هيك منلاقي العواطف أنت بتتجه فيها للتفريغ بالحزن عشان هيك بدك تدير بالك ممكن يكون فيه نوع من أنواع من سوء التفاهم أو ممكن أشياء لها علاقة بردات الفعل العصبية على الناحية العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فإحنا منشوف على مستوى البيت السادس الأمور شبه روتينية ولكن أنه برضو فيها شوية سلبية فعشان هيك منقول هو روتيني على طبيعة العمل أو طبيعة عملك أو طبيعة شغلك ولكن ممكن أنها تجيب لك بعض المشاكل أو التأخيرات أو ممكن تجيب لك بعض الأعراض الصحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكم نلاقي أنه لغاية ساعات الصباح الأمور فيها نوع من أنواع الحدية والتوتر ممكن أنك أنت تدخل بمشادات كلامية أو يكون الجو مشحون أو نوع من أنواع العصبية بين الأزواج ولكن ما بعد ساعات الصباح بتلاقي الأمور أخذت اتجاه إيجابي بالدعم من موقفك وبالعكس ممكن يصير في مصالحة أو تقارب ما بينك وبين الشريك وهذا رح يعمل نوع من أنواع الود أو التقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك منقول لا إيجابية ولا سلبية في هذا البيت على حسب وضعك بتمشي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بتشوف أنه في عندك نشاط بالاتصالات الخارجية إما أنك أنت بتقوم باتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو هم اللي بيبادروا بالاتصال فيك في منكم رح ينشغل في أوراق قانونية أو معاملات أو حتى اتصالات أو مراسلات بتتعلق في أمور إلها علاقة بالسفر ممكن لتأجيل أو ممكن لأوراق طلب أوراق أو لمعاملات أو أشياء العلاقة بالإقامة يعني من باب هذا القبيل في أشخاص رح يجيوا لك إحنا عندنا المؤسسات معطلة وإحنا معطلين وقاعدين في البيت هاي للأشخاص اللي في البلدان اللي هم أساساً بيقدروا يتنقلوا وبيقدروا أنهم يعملوا هاي الأمور اللي عندهم امتحانات جامعية أو دراسة جامعية اليوم بتكون لصالحهم بتكون دعميتهم بشكل جيد عشان هيك الأمور بالنسبة للبيت التاسع جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة فبشوف أنا اليوم أنه شوي ممكن أنك أنت تتراخى أو تتكاسل عن إنجاز بعض الأعمال ولكن إجمالاً أنت مسيطر على سمعتك ومسيطر على بيت السمعة بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 عمستوى العلاقات ممكن اليوم يكون يعني في بعض الاتصالات مع بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أو الأصدقاء ممكن للتعارف أو ممكن للتواصل أو ممكن حتى لا يعني إنجاز عمل معين أو استشارتهم في أمر معين أما بالنسبة لبيت متعبك فهو آمن تماماً ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالعكس يعني أنا بشوفه بميلة الإيجابية أكثر فعشان هيك اليوم أنت بتقدر تنجز كثير من المسائل أو من الأعمال وتحافظ على صحتك وبرضو في نفس اللحظة عندك رغبة لبعض الأمور أو الاهتمامات اللي لها علاقة ببعض الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجالات عمل من المجالات اللي أنت بتهتم فيها برج الثور طبعاً القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بنقول لك يوم آخر بيتطلب منك عدم المبالغة بجهدك الجسماني ضع سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبه لغذائك ولراحتك تنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير ممكن تتأخر مشاريعك وربما يصير في إلغاء لبعض الأشياء اللي أنت بتكون متوقع أنك بدك تعملها خلال هذا اليوم ولكن بصير في ضرف طارق بيجبرك على أنك تلغي هاي الأمور اتجنب في هاي الفترة اتخاذ أي قرار وتأكد من يعني أي شيء إله علاقة بحجز أو تثبيت موعد لأنه ممكن تتفاجأ برضو بإلغاء وممكن يكون فيه سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه في ضغط رح يكون مستمر عليك بباب الشخصية خصوصا من ساعات الآن لغاية ساعات الصباح فممكن يكون فيه نوع من أنواع العصبية أو الاكتئاب أو نوع من أنواع الملل أو أشياء من هذا القبيل ولكن أنه من ساعات الصباح ممكن أنك تنشحن بطاقة شوي هيك تساعدك في إنجاز بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور على المستوى المالي ممكن تضل ضغطة معك لغاية ساعات الظهر ممكن التزامات مشتريات مستحقات فواتير ولكن بعد ساعات الظهر ممكن تنفتح بوابه كي تعطيك بصيص أمل لبعض الأمور اللي ممكن تتحسن الأوضاع عندك أو يجيك بعض الدعم أو المساعدات أو تجد باب لطلب مساعدة معينة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث يعني فيه نوع من أنواع الضغط الفكري فعشان هيك منلاقي شوي فيه نوع من أنواع العصبية بتكون في طباعك خلال هذا النهار ممكن تحتد وتعصب من أي موقف حاول أنك تمسك عصابك ما تندفع ما تتهور ما تعصب خلي الأمور بتمشي لحالها بدون عصبية اللي عندهم مثلا حركة أو تنقلات خلال اليوم بيقدروا يطلعوا من بيوتهم بدهم يكونوا حذرين يعني حاولوا أنهم يتفقدوا سيارتهم يحاولوا ما يتحركوا بطريقة فيها طيش أو عشوائية على أساس أنه ممكن يتعرضوا لإصابات أما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم امتحانات أو دراسة بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع جمالا يعني شوي ممكن يعطيك شوي الدعم على مستوى البيت فتلاقي أنه أنت بتعمل الأعمال الروتينية أو المسائل المطلوبة منك على مستوى البيت بدون رغبة في إنجاز كثير من المهام يعني بس الإشي الضروري ممكن يصير اتصالك أو اهتمامك على مستوى العائلة روتيني برضو ممكن اهتمام بتصلحات ترميمات أو شراء بعض المستلزمات البيتية أو ممكن ابتكار شيء اليوم زي طبخة أو أكلة أو أشياء لها علاقة بالمطبخ أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الطبع روتيني ولكن بدك تحذر في ساعات الظهر من ردات فعل عصبية ممكن أنها يكون فيها نوع من أنواع الاستفزاز أو يعني أشياء ممكن أنها توترك أو تعصبك خلال هذا النهار عن المستوى العاطفي يعني مع الأحبة فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك أنت ما تتجارة مع هاي الانفعالات وخلي الأمور تمشي بأريحيتها هي بساعات الظهر وبتنتهي يعني لغاية ساعات الظهر وبتكون انتهت فحاول أنك ما تتجارة معها عشان ما تضل منكد على حالك طول اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى البيت السادس يعني تقدر تنجز بعض الأعمال أو بعض الأمور المطلوبة منك خلال هذا النهار ولكن أنت رح تنجز الإشي الضروري فقط لا غير ما رح تعمل على ابتكار أشياء جديدة أو الدخول في مشاريع أو هاد اهتماماتك بس بالشيء اللي بين إيديك أما بالنسبة للوضع الصحي بقول لك حاول أنك تنتبه لصحتك وحاول أنك أنت لو شعرت بشيء عرضي يعني مشي الأمور إذا حسيت بشيء لازم استشار الطبيب فاستشير طبيبك أما بالنسبة على بيت الشراكة أو تأثيرات بيت الشراكة بيتك السابع فبشوف فيه نوع من أنواع الضغط العصبي عندك لغاية ساعات العصر عشان هيك بدك تحاول تمسك حالك من أي توتر أو استفزاز الشريك لإلك الشريك العاطفي أو شريك المال يعني زي الأزواج وحاول أنك أنت تتجنب أي مشاحنات أو ردات فعل عصبية بعد ساعة ظهر تقريبا بتوليش الأمور تختفي وبترجع لطبيعتها أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى الأموال المشتركة فاليوم اللي عنده راغبية لطلب دين أو مساعدة أو سلفي فهاي ممكن تدعمه تفتح له أبواب برضو في أشخاص ممكن يشتغلوا على ملفات أو على عقود أو على أشياء ممكن تطور من عملهم ولكن اليوم بقولهم ما تحاولوا أنك تغامروا في هذا الموضوع يعني حاولوا أنك تأجلوه لغاية ما يوصل القمر اللي عندكو بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو لاهتمام بأوراق قانونية أو بدراسة أو امتحان أو حتى بالتنقلات للأشخاص اللي بيقدروا يتنقلوا ومش متأثرين بالحجر أو ما عندهم في بلد دولهم حجر كامل أنه هذولا برضو بنشطوا بالتحركات والاتصالات الكثيرة في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالسياسة أو الدين أو الفلسفة أو ممكن يدخل بنقاشات متعددة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف البيت العاشر روتيني على مستوى بيت السمعة يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي والأشخاص اللي على رأس عملهم بنجزوا عمالهم بشكل جيد بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل بشكل روتيني يعني لا شغل زيادة ولا ناقص أما بالنسبة للبيت 11 فهو يدعمك على مستوى العلاقات والأصدقاء والمعارف فعشانك اليوم ممكن تكثر عندك الاتصالات أو التواصل مع بعض الأشخاص إما نوع من أنواع الفضفضة أو نوع من أنواع الإطمئنان على حالهم أو حتى استشارة في أمر معين وصير فيه نوع من أنواع المساعدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا أن القمر موجود في بيت المتاعب برج الجوزاء طبعا بتنشطوا في هذا اليوم اجتماعيا ممكن تلتقوا أو يصير فيه اتصالات ما بينك وبين بعض الأصدقاء منكم ممكن يشارك فيه مناسبة أو ممكن حفلة على مستوى البيت يعني إشي هيك بدخل البهجة أهم شيء أنك تكون مخلص لأصدقائك في هذا اليوم وعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنك تحاول أنك تكثف ارتباطاتك أو علاقاتك أنت بحاجة للتعاون مع الآخرين وتعاون الآخرين معك في هاي الفترة فعشان هيك تخلي علاقاتك الاجتماعية أو علاقاتك بأصدقائك يعني تكون جيدة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه الأمور جيدة يعني على المستوى الشخصي يعني فيه نفسيا أنت مرتاح فيه نوع من أنواع الراحة وعندك قدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا النهار مشحون بطاقة عالية جدا ولكن بدك تحاول تستغل أنت الفرص خلال هذا اليوم أو إنجاز الأعمال المهمة قبل ما يوصل القمر للثور اللي هو لبيت متاعبك لأنه رح تدخل في فترة ركود مدتها يومين ونص فعشان هيك حاول تنجز اللي بتقدر عليه بالفترة هاي على أساس أنها ما تتراكم الأعمال عليك الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه فيه ضغط اليوم على المستوى البيت الثاني لغاية ساعات الظهر فعشان هيك اليوم حاول أنك تنجز يعني أي شيء له علاقة بالفوترة أو بالالتزمات أو بالديون أو بالمشتريات يعني هاي بتشكل لك نوع من أنواع الضغط حكينا لساعات الظهر حاول أنك أنت ترتب أمورك بالفترة هاي بشكل عقلاني بدون ما أنك تلجأ للمشتريات الغير ضرورية ولكن بعد ساعات الظهر بصير الأمور إيجابية ممكن من خلالها يليح في أفق نوع من أنواع الفرص لدعم المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه يعني شوي ممكن يعطيك نوع من أنواع الدعم قدرة على التواصل أو الاتصالات ولكن أنه برضو بشوف أنه طاقتك ضعيف اليوم على مستوى النشاط البدني حتى على النشاط الفكري في نوع من أنواع التشتت عندك أو العصبية ممكن هذا شوي يؤزم لك بعض الأمور أو يخليك عصبي في بعض الأوقات حاول أنك تمسك عصابك بدون عصبية وبدون انفعال وبدون تهور يعني يضبط عصابك شوي بتمشي الأمور اللي عنده امتحان أو دراسة بده يدرس ويركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت يعني بلشت أنت توصل لمرحلة فيها نوع من أنواع الملل أو الزهد أو الروتين أو الأشياء اللي أنت بتكره أساسا أنك أنت تنحط فيها اليوم أنت بتبلش تشعر في هاي الأمور ممكن هذا يسبب لك نوع من أنواع الضغط أو ممكن ردات الفعل السلبية اللي ممكن أنها تحدث فارق أو مشكلة ما بينك وبين العائلة فيه منكو ممكن يصير عنده بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو يقوم بمبادرة مساعدة أو أشياء العلاقة بمشتريات أو ترميمات أو من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى البيت الخامس يعني الأمور فيها نوع من أنواع الحدية والتوتر ممكن أنت مش متقبل أمر الحالي أو الوضع الحالي المفروض عليك ولكن أنه ممكن تتحسس اليوم شوي أو تطلع عصبيتك شوي فتخلق بعض المشاكل أو الحدية في طبيعة العلاقات العاطفية حاول أنك تمسك حالك وخصوصا في ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت السادس فأنا زي ما قلت لك في البداية أنه ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال أو صار عندك اهتمامات كثيرة في العمل أو ضغط عملي معين أو تفكير بكون مش مشتت يعني ما فيه تركيز كامل في الأمور العملية عشان هيك اليوم ممكن يتراكم العمل عندك أو تشعر ببعض التعب الصحي حاول قدر الإمكان أنك تنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال وحاول أنك تخلط للراحة فيه منك وممكن أشخاص يقول لك ما احنا قاعدين في البيت ما فيه عنا شغل يقول له أنت قاعد في البيت ولكن فيه ناس بتشتغل ممكن أنت اللي قاعد في البيت تشتغل فيه إشي في البيت أو فيه مسؤولياتك تصير على يعني على إشي له علاقة في البيت أو أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكة برضو الأمور بتكون فيها حدية بيكون فيه عصبية لغاية ساعات الصباح ممكن أنك تحتد وتعصب أو تنفع الاتجاه الشريك حاول أنك تمسك عصابك يعني الحدية ما رح تكون عالية كثير ولكن أنك قابل لأنك أنت تتحسس من أي تصرف فيه ساعات يعني الظهر بتكون الأمور جيدة وبصير فيه نوع من أنواع التوافق أو التلاقي ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهذا بيجعل نوع من أنواع الاهتمام بالأموال المشتركة يعني بيخلي فيه نوع من أنواع الاهتمام بالديون بالقروض بالالتزامات بالفواتير فيه أشياء لها علاقة في طلب مساعدة أو دعم أو أمور لها علاقة بقرض يعني أمور من هاي الأمور بتهتم فيها اليوم بشكل جيد وبرضو اللي حابب أنه يطلب قرض معين اليوم مناسب أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام بأمور الهلاقة بأفلام أو أكشن أو فيها مغامرات وفيها حيوية أو أشياء رياضية حتى ممكن تهتم فيها اليوم أو لعبة قتالية مثلا أو فيلم في قتال في منكم باهتم إلى بحث معين أو نوع من أنواع الدراسة بتكون جيدة أو أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف البيت العاشر بيت السمعة جيد بدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار ولكن برضو بنقول لك أنه حاول أنه أنت تنجز الأعمال وتداوم بوقته بدون تأخير وحاول أنك تتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال عشان ما تتراكم عليك قدرة على الحفاظ على السمعة موجودة وما في أي خوف أما بالنسبة لبيتك 11 فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات أو بالنسبة لبيت المتاعب يعني شايف الأمور شبه جيدة ولكنه ما فيها مخاطر ولا خوف إن شاء الله أنه اليوم بمشي بسلاسة بهدوء بدون أي مشاكل فيه منكم ممكن يهتم بشأن صحي إلو بتعلق فيه أو بتعلق فيه أحد الأحبة والمعارف مرج السرطان بتظل الفرصة متاحة لإنجاح أو لإنجاز أعمال خلال هذا اليوم إثبات جدارتكم للمسؤولين بتحافظ على إنجازاتك القائمة أهم إشي إنه حاول إنك تهدئ عصابك شوي هاي فترة فيها نوع من أنواع السلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما عندك السبب إنه القمر موجود في بيت السمعة وعادة لما يكون موجود في بيت السمعة يعني بسبب نوع من أنواعه الضغوط العصبية عند الأشخاص وممكن يعمل نوع من أنواع المجازفات أو التهورات اللي ممكن من خلالها الواحد يشوه سمعته إما بكلمة أو بموضوع أو بتصرف أو بدأ وجهة نظره يعني بهاي الأمور ككل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى الشخصي يعني الأمور يعني نفسيا روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ما فيه شيء ضاغط ما فيه شيء يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أو على حسب الظروف اللي موجودة حواليك أو حسب البيئة اللي أنت عايش فيها بتكون المستوى الشخصي تاعك كيف بيكون خلال هذا النهار أما على المستوى المالي فأنا شايف أنه المستوى المالي ضاغط اليوم كثير من الالتزامات أو المصاريف أو الأمور اللي إلها علاقة بالدفعات أو الاهتمام بفواتير أو بمشتريات وفيه منكم ممكن يلجأ للصرف بدون حساب لأشياء هو مش بحاجتها بس لأجل أنه هو بده يتفشش أو بده يعب الفراغ اللي عنده وهذا بهيك وضع ضاغط بكون سلبي وفيه منكم رح يهتم بفوترة أو بحسابات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور بتظل جيدة لغاية ساعات الظهر بتظل في عندك نشاط فكري نوع من أنواع القدرة على التواصل والاتصالات مع الأشخاص التعبير عن وجهة نظرك التسويق لأي شيء ولكن بعد ساعات الظهر بتصير الأمور يعني فجأة بصير فيها نوع من أنواع الحدية يعني العصبية يعني أبو ساعة ساعة ونص تقريبا ساعتين وبعدين ترجع الأمور الروتينية ولا كأنه في أي شيء فعشان هيك منقول أنه أي واحد عنده امتحان ما قبل ساعات الظهر يعني بتكون الأمور جيدة ساعات ما بعد الظهر بده يكون يدارس ومستعد وعنده قدرة على أنه هو ينجز الأشياء بتعب مش باعتماد على الحضوض ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو الاتصال ما بينك وبين أخ أو جار أو تعاون عن المسألة معينة أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع العتاب أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور برضو على مستوى البيت يعني بيت البيت يعني بيكون فيه نوع من أنواع النشاط بالصباح على إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بالبيت أو أشياء العلاقة بالدكور أو تغييرات، تصليحات، ترتيبات مسائل إلها علاقة بالطبخ أشياء من هذا القبيل بتظلها ممتازة لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بيصير الأمر الروتيني بغلب عليك نوع من أنواع الملل أو التشويش أو نوع من أنواع اللامبالاة بأشياء كثيرة لدرجة أنه أنت ممكن يعني خلص تعمل الإشي الروتيني أو المطلوب منك وبعدها أنت ما بدك تنجز أي شيء أما بالنسبة للبيت الخامس فهو حاد جدا اليوم على مستوى العلاقات العاطفية فعشان هيكي بنقولك اليوم دير بالك تتحسس من أي تصرف ممكن ينتج أو يتصرف فيه حبيب فتتحسس من الموضوع فيصير فيه عندك ردة فعل سلبية أو عصبية اليوم أنت عندك قابلية عالية جدا للحزن أو للبكاء أو للضعف أو لتذكر أي شيء عاطفي اللي درجة أنه عواطفك اليوم بتميل للاتجاه السلبي اللي هي المشاعر اللي بتكون فيها نوع من أنواع السلبية أو الحزن أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور يعني تقدر تنجز بعض الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار ممكن تجتهد في إنجاز عمل معين ولكن أنه الاهتمام بالشؤون الصحية اليوم ممكن تغلب على الطابع وتهتم بوضعك الصحي أكثر ممكن مراقبته أو أدوية معينة أو مراجعة طبيب أو أشياء لها علاقة ببعض التعب أو بتحس ببعض التوترات المرضية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فهو ضاغط تماما اليوم يعني كله من بدايته لنهايته في ضغط في عصبية في توتر في حساسية زيادة ردات فعلك عنيفة ممكن أنك حتى تتذكر مواقف قديمة صارت ما بينك وبين الشريك شريك العاطف اللي هو الزوج يعني موقف هيك وتعصب عليه وتزعل منه وتعيش كأنه اليوم صار هذا الموقف فيصير فيه نوع من أنواع الانفعلات حاول قدر الإمكان أنك أنت تمسك عصابك وما تنفعل وما تتوتر وما تسمح لذاكرتك أنها تذكرك بأشياء قديمة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك بتتعامل أنت على طبيعتك أو على حسب الوضع تبعك المالي أو طبيعة الديون أو الالتزامات كيف بتتعامل معها أنت بطبيعة الحال أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بصير عندك شغف أو حب لتفقد بعض الأشخاص أو بتتذكر بعض الأشخاص بتحب تتواصل أنت وياهم أو ممكن العكس هم اللي يتفقدوك في منكو ممكن ينشط في أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات القانونية أو دراسة أو مراسلة أو مراسلات أو شراء أشياء إلها علاقة بالحركة الاهتمام بمجال زي مجال الرياضة السياسي التحليل ولكن إنه بتميل الأمور ممكن لمسلسلات وأفلام من النوع اللي بيبقى فيها نوع من أنواع الحركة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم بعض الاتصالات ما بينك وبين أصدقاء أو معارف ممكن لا استشارتهم أو تطلب منهم أنت شيء معين أو هم اللي يطلبوا منك شيء معين تحاول أنك أنت تنجز لهم إياه أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط جدا عليك اليوم فعشان هيكي بنقول لك حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية أو الأشياء المطلوبة منك حاول أنك أنت ما ترهق حالك كثير حاول تأخذ قصد كافي من الراحة راقب غذائك راقب أدويتك ممكن اليوم يصلك خبر أو يكون فيه خبر عن شخص بعز عليك أما أنه مريض أو أنه تحت تأثير موضوع قانوني برج الأسد طبعا اليوم بيختلف عن أي يوم من الأيام اللي مضت اليوم يعتبر القمر في بيت حليف لايلك وقوي فعشان هيكي اليوم تنشطوا في أمور أو في مواضيع أو في رغبات أو في أفكار إلها علاقة بالسفر بيصير فيه عندكو اتصالات كبيرة جدا مع أشخاص خارج البلاد الاتصالات البعيدة ممكن أنت اللي تبادر بالاتصالات أو ممكن هم اللي يبادروا بالاتصالات فيك يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر نوع من أنواع التعاون مع الآخرين أو مع الجهات المسؤولة ممكن تنجح في الترويج لعملك ممكن تكسب التأييد اليوم أو الدعم ما تهم الواجباتك حتى لو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد اتفاد أي تأخير اتقدم بجراءة وبثقة يعني اليوم بدعمك بشكل قوي في كل الأمور اللي إحنا ذكرناها بما أنه القمر موجود في الحمل اللي هو برج حليف لإلك أما بالنسبة للبيت الأول فمنشوف أنه على المستوى النفسي اليوم أنت طاقتك أعلى نفسيتك أحسن فعشانك أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية ممكن اليوم أنت تبادر بإنجاز كثير من المهام أو كثير من الأمور بدون أي تردد بدون أي مماطلة عندك خلص عندك طاقة كبيرة اليوم بتحاول أنك أنت تفرغها بالاتجاه الصحيح أما بالنسبة للبيت الثاني هذا اللي هو المشكلة المشكلة في الوضع المالي أنه ما زال متأزم عليك فيه كثير من الأشياء اللي بتخطر في بالك للفترة القادمة الضغطات المصاريف الفواتير ضغط الفترة القادمة إن استمرت الأمور شو بدي يصير هاي كل هالأمور بتخطر في بالك خلال هذا النهار فيه منكم ممكن يغلب عليه برضو النوع من أنواع المشتريات أو أشياء لها علاقة بالتسوق أو فواتير والتزامات وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فهو قوي جدا بيدعمك على مستوى النقاشات والحوارات سرعة بديهتك عالية رغبتك بالإنجازات أو إنجاز أعمالك برضو قوية جدا بغلب عليك الحركة والنشاط فيه منكم ممكن يهتم بأخ أو جار أو مساعدتهم أو الحديث معاهم أو طلب المساعدة من أحد منهم فيه منكم ممكن أنه ينشط في أمور العلاقة بتدريس الأبناء أو مساعدتهم في موضوع معين يعني البيت الثالث قوي جدا فبدعمك بكل الأمور اللي إحنا ذكرناها على حسب وضعك أنت ممكن يكون جزء منه هو اللي بيصير معاك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع شوي فيه نوع من أنواع الضغط المنزلي إما أنه بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية العالية أو بيكون فيه مسؤوليات كبيرة أو اجتماع أو لقاء أو ممكن خبر يكون مزعد بتعلق في أحد أفراد العائلة يعني رح يكون بيت البيت فيه نوع من أنواع الضغط والسلبية أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي شوي يعني الأمور بنقدر نحكي روتينية لا هي إيجابية ولا سلبية فعشان هيك تعاملك مع الحبيب اليوم بيكون روتيني بدون أي إيجابيات أو سلبيات على حسب طبيعتك يعني بيكون أما بالنسبة للبيت السادس فشايف على مستوى العمل أنه اليوم أنت بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك رغم أنه ممكن أنت شوي ما يكون عندك الرغبة بإنجاز الكل يعني تقسم الوضع على أنه هذا إشي مهم لازم أنجزه هاي الأشياء بأجلها لبعدين فهذا محتمل وفي منكم ممكن يهتم بشأن صحي أو وضع صحي معين أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف على مستوى الشراكة يعني الأمور جيدة فيه نوع من أنواع التناغم أو التواصل ما بينك وبين الشريك الأمور إيجابية ما فيه أي حدية ممكن يعني يكون فيه بعض الخلافات ولكن مش هالخلافات القوية أو الكبيرة اللي ممكن أنت تخليها تكبر أو تخليها تستمر حاول أنك أنت يعني شوي تسيطر على انفعالاتك وفي نفس اللحظة دير بالك على مشاعر الشريك أما بالنسبة لبيت الثامن فهو روتيني تماما على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك لا إيجابي ولا سلبي فما فيه أي شيء ممكن أني أنا أحكي لك إلا أنه على حسب طبيعتك ممكن أنت يعني يكون اهتمامك على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك اللي مش ملكك يعني اهتماماتك أنت بتسيرها على حسب وضعك اللي اجتماعي وعلى حسب طبيعة عملك هاي الأمور اللي تحكم هذا البيت أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر برضو روتيني بيت السمعة ما فيه لا إيجابي ولا سلبية ولكن مع إيجابية البيت التاسع ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال أو بعض الأشياء المطلوبة منك وممكن يكون فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زميلك بالعمل أو رئيسك بالعمل أو حتى العمل من ضمن شركة كبيرة يعني تنجز بعض الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط جدا يعني ممكن اليوم تصرف من صديق أو من معرفة يستفزك أو يعصبك أو يخليك تتوتر يعني ممكن حتى يكون لك ردة فعل إما بمواجهته أو عدم الرد عليه نهائيا ولكن من جواك بتكون أنت مضغوط بشكل كبير من سوء التصرف طبعا سوء التصرف وهو مش سوء تصرفك أنت أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور الشوي بدك تكون حذر اليوم حاول أنك أنت تنجز العمال الضرورية راقب وضعك الصحي خذ قسط كافي من الراحة ممكن تهتم بمشكلة بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أو ممكن تسمع خبر عن أحد الأشخاص اللي تعرفهم أو بعزوا عليك أو كان لهم مكاني في حياتك إنه إما إنه مريض أو إشيء له علاقة بالجهات القانونية برج العدراء يعني بتظل الأمور البيتية بتشغل فكركم الفرصة متاحة لمكسب إلو صلاة يا بشراكة يا بتعويض أهم شيء إنه تبادر بتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة لياقة جسدية بهاي الفترة يعني لازم تتحرك لازم تراقب وضعك لنشاطك لياقتك تأخذ فيتامينات أي أشياء لها علاقة بالحركة أو بالجسم لازم تهتم فيها ولازم يكون عندك عصاب متينة على أساس إنه تساعدك في الفترة القادمة أهم شيء لا تترك ذيول للمتاعب يعني ما تخلي المتاعب إنها تسيطر عليك أو تفتح لك بعض المجالات أو الأشياء اللي ممكن إنها تسبب لك بعض المتاعب بالفترة القادمة حاول إنك تعالج كل الأمور بشكل عقلاني وإيجابي أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم يعني نفسيتك شوي فيها نوع من أنواع الضغط ولكن إنه يعني متقلبة مرة إيجابية سلبية الأجواء عندك بتتقلب بسرعة خلال هذا النهار فممكن تدخل بأكثر من مزاج مع بعض في أشخاص منك ورح يكون طبيعي ما عنده ولا أي مشكلة بالعكس عنده نشاط وعنده طاقة إيجابية ولكن الأغلب من موليد برج العذراء رح يكون اليوم عندهم نوع من أنواع الضغط اللي يعني ممكن يخلي فيه نوع من أنواع التقلب في المزاج عندهم أما بالنسبة للبيت الثاني الوضع على المستوى المالي برضو فيه نوع من أنواع الضغط إما مصريف، التزامات، مشتريات أو فوتير، اهتمام بديون، بدفعات كل هاي الأمور ممكن اليوم تظهر على الساحة بقوة وعشان هيك هذا الإشي من الأشياء اللي ممكن أنه يوترك البيت الثالث يعني برضو حتى على مستوى النقاشات بتلاقي أنه في عندك نوع من أنواع الحدية أو العصبية في النقاشات أو نوع من أنواع التوتر أو عدم الرغبة حتى في الدخول بنقاشات ولكن بدك تحضر أثناء النقاش أنه ما توجه انتقادات لاذعة للطرف الثاني ممكن هاي الانتقادات اللاذعة تسبب نوع من أنواع الفجوة ما بينك وبينه وتصير مشكلة من خلالها أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف المستوى جيد على مستوى بيت البيت يعني الوضع بالبيت مسيطر عليه تقدر تتعامل بشكل إيجابي على المستوى العائلي ما في أي سلبية لا إيجابية ولا سلبية في الموضوع يعني ممكن أنت بتهتم بس بشؤونك البيتية العادية هي تقارب مشتريات التزامات كنوع من أنواع الصيانة الترتيب تقارب التصالح أشياء مثلك هاي كلها إيجابية أنت اليوم ممكن تكون سيد هذا الموقف أما بالنسبة للبيت الخامس فعالمستوى العاطفي ما زال أنه بعض الأفكار اللي إلها علاقة بالحبيب ممكن أنه اليوم ترجع تفتح مواضيع من أول وجديد أو تفكر في أشياء سواها الحبيب أو أخطأ فيها أو ملفات ما تسكرت ترجع اليوم تفتحها وترجع تناقش فيها وممكن هاي تسبب لك نوع من أنواع الإنزعاج أو ممكن حتى أنك تواجه فيها فتخلق مشكلة يعني صير الكلام أنه هذا موضوع خلصنا منه بدناش نخلص منه نرجع نظلنا نفتحه فالنطاق رح يكون على هذا المستوى حاول قدر الإمكان أنك تمسك على أصابك بدون ما تدخل في أي شيء ممكن يوتر العلاقة العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى الأمور العملي اليوم تقدر تنجز كثير من أعمالك عندك قدرة على الاهتمام بملفات أو بمعاملات ولكن بدك تنتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكي هو ضاغط تماما فعشان هيك ممكن يصير أي خلاف أو ردات فعل ما بينك وبين الشريك تيجي فجأة فهذا الإشي يعني يعني حاول قدر الإمكان أنك ما توصلوا لمرحلة الإنفعال كامل ما بينكم وتسيطر على إنفعالاتك قدر الإمكان وما تختلق أو تصير ما هي مش ما هي المشكلة بتيجي بتيجي مرة واحدة حاول أنك ما تخليها تسيطر على الوضع ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني شوي ممكن يكون لبعضكم اهتمام بأوراق قانونية اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو تواصل مع مؤسسات خارجية ممكن تعلم لغة جديدة أو حث أبنائكم على الدراسة أو ممكن مساعدتهم أو الأشخاص اللي عندهم في المرحلة الجامعية يهتموا بالدراسة معينة أو امتحانات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت السمعة فاليوم نقول لك دير بالك على سمعتك حاول أنك ما تجازف ما تغامر ما تخال في القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة حافظ على سمعتك قدر الإمكان اليوم لأن الوضع شوي في نوع من أنواع الحدية بسبب لك أشياء بتشوه السمعة في منكو ممكن اليوم يدخل بخلاف أو بجدال مع زميله في العمل أو رئيسه في العمل أو ممكن أنه هو يتأخر عن دوامه فيسبب له هذا مشاكل داخل العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء والتواصل معهم أو لقاءهم أو حتى طلب المشورة منهم بدعمك هذا الموضوع بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد يعني شوي بيحميك وما بسبب لك خلافات في هذا النهار يعني ممكن شوي أنك أنت تنجز بعض الأعمال تهتم بشأن صحي أو أدوية أو أشياء مطلوبة منك تتعلق بأحد الأحبة أو أحد المعارف أو ممكن التعاطف بمشكلة بسبب مشكلة بتصير مع أحد من معارفك برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب من تعاون من طرف ثاني ما بجوز خلال هذا اليوم إثارة المتاعب بتكون تتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر في هذا اليوم طبعا القمر موجود في بيتك السابع مقابلك مباشرة فبشكل لك المزيج اللي إحنا حكيناه اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى البيت الأول يعني شوي نفسيتك أحسن من الأيام من اليوم المضى ولكن بتلاقي أنه ما عندك طاقة أو عندك كسل معين أو بعض الأفكار السلبية اللي ممكن تتردد عليك خلال هذا النهار فهذا شوي يسبب لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت الثاني فهو ضغط ضغط كامل على المستوى المالي فعشان هيك أمور العلاقة إما أنه بخصوصا اللي بشتغلوا بالشكات شكات مرتجعة أو ديون ما حصلتها أو التزامات عليك أو أنت بتكون ملزم بديون معينة فهذا الإشي ممكن يوترك اليوم مسبب لك كثير من الخلافات أو كثير من المشاكل أو المشاحنات المالية لأنه في ضغوطات أو أفكار مستقبلية بالضغط المالي ممكن أنها تتوارد على ذهنك اليوم أنه كيف دك تعمل كيف دك ترتبها كيف دك تجدول الأمور يعني الأمور فيها نوع من أنواع الصعوبة على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك نشاط اليوم يعني فكرياً ذهنياً سرعة بديها قدرة على التحليل يعني حتى نشاط بالحركة موجود عندك ولكن أنه شوي بيغلب عليك في بعض اللحظات نوع من أنواع العصبية أو الحدية في الطباع طبعاً مش رح تكون شامل طول اليوم ولكن أنه برضو عندك قدرة على سيطرة عليها في منك رح يحث أبناءه للدراسة أو يساعدهم في موضوع العلاقة بالدراسة أو ممكن هو يكون عنده بحث معين أو دراسة معينة أو تحليل لموضوع معين وفي منك رح ينشط بأمور فكرية أما الأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت أو عرأس عملهم اليوم بيكون عندهم أكثر من يعني مجال الحركة واسع نشاط عالي جداً واللي بيشتغلوا في مجال التسويق ممكن اليوم سوقوا لسلع ويحصلوا نتائج جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف برضو عن مستوى البيت الأمور جيدة يعني الأمور إيجابية في نوع من أنواع التوافق العائلي أو الترابط العائلي أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة في منكم ممكن يهتم في أشياء لها علاقة بالترتيبات أو الديكور أو بعض الأمور اللي فيها ابتكارات يعني طبخة جديدة أكلة جديدة حلويات ممكن تغيير لديكور للبيت يفكر في أشياء العلاقة في صيانة أو أمور من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس يعني بدنا نحكي روتيني إحنا عن المستوى البيت الخامس أو المستوى العاطفي ما فيها الشيء الكبير الضاغط لكن ممكن يصير فيه تحسس من بعض المواقف اللي بتنتج عن الحبيب يعني شوي تسبب لك نوع من أنواع الإيرباك ولكن إجمالا يعني منحكي إنه مسيطر عليه أما بالنسبة للبيت السادس اللي عنده عمل اليوم بقدر ينجزه بشكل كامل عندكو رغبة لتفريغ الطاقة هاي كلها بأشياء العلاقة بالعمل أو بدكو تشغلوا حالكو في الأمور هاي لتهربوا عن الواقع وفي منكو ممكن يهتم بشؤون صحية أو أدوية أو ممكن يخطر على باله بعض الوساوس حتى أو الأفكار اللي ممكن شوي هيك تخليه مرتبك أما بالنسبة للبيت السابع فذكرناه أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني مستوى الأموال المشتركة يعني ما فيه لا إيجابية ولا سلبية على مستوى كل الأمور اللي بتتعلق في الأمور الأموال المشتركة ما رح يكون فيها لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيتك التاسع فمنقول لك يعني اليوم ضاغط شوي البيت السابع التاسع عليك فممكن يصلك خبر سيء من بعيد أو ممكن تقلق بشأن أحد الأشخاص خارج البلاد أو ممكن يكون فيه موضوع إلو علاقة بأوراق قانونية ممكن تظهر على الساحة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاتصالات أو يعني شوي هيك ما تكون بالشكل اللي أنت بدك هي إلا أشخاص اللي عندهم دراسة أو امتحانات اليوم بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة جيد يعني شيئا ما ممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأشخاص أو ممكن أنه بمساعدة رئيسك بالعمل أنه هو يوكل الأعمال لأشخاص غيرك أو يقسم المسؤوليات أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور تقريبا يعني جيدة مسيطرة عليها ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ما بين مجموعة من الأصدقاء يعني بتكون الأجواء الجيدة في نوع من أنواع التناغم ما بينكم ولكن في ساعات الظهر ممكن يحدث سوء تفاهم ما بينك وبين شخص من الأصدقاء أو من المعارف يخليك يتعصب أو يعني يستثيرك بعبارة أو بجملة معينة فأنت تعصب من موقفه أو يصير لك ردة فعل حاول أنك أنت ما تشغل مخك في هذا الموضوع لأنه هاي بس بتيجي مدة ساعة ساعة ونص وبعدين بتنتهي ما تخلي الأمور السلبية تسيطر عليك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد يعني بتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وبتقدر تهتم بصحتك برضو وفي منكم ممكن يعني ينشغل بإشيء له علاقة بأدوية بعلاجات بنواقص أدوية مثلا عندهم أمراض مزمنة اللي باستمرار باخده أدوية فممكن اليوم يصير عندهم إما مشترى أدوية أو اهتمام في أدوية معينة لجلبها أو ممكن يأخذ نوع من أنواع الفيتامينات أو المكملات الغذائية برج العقرب حاولوا أنك تنجزوا ما تراكم عندكم من عمل في نوع من أنواع تعاون ممكن يصير ما بينك وبين أحد الزملاء أهميش أنك تنظم جدوى الغذائك وتأخذ قصة من الراحة ما ترهق حالك كثير لأنه شوي الفترة هاي ممكن تعمل بعض الاضطرابات على المستوى الصحي من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ممكن تكثر عندك النشاطات اليوم وممكن أنك أنت تشعر بالتعب من إشيء العلاقة بالشد العضلي أو التوتر العصبي أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور على المستوى النفسي اليوم بتكون متقلبة يعني القمر في مكان مش مناسب لإلك فبضغطك وخصوصا أنه الآن بلش بمراحل المقابلة لإلك البيت السادس والسابع والثامن هاي ضاغطة دائماً بتكون فعشانيك بلشت الأمور تتخذ تروح باتجاه الضغط النفسي حاول أنك تمسك حالك قدر الإمكان وتشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي هاي السلبية تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو يعني إجمالاً في نوع من أنواع الإيجابية موجودة فيه ممكن أنها تدعمك بشكل إيجابي باتجاه معين ممكن الأشخاص اللي على رأس عملهم أو اللي بقدروا يشتغلوا بالفترة هاي يحصلوا بعض المكاسب المالية من عمل إضافي في منكم ممكن أنه يجي يا هدية يا منحة يعني يمنح مبلغ من المال نوع من أنواع المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني تماماً ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك الأمور يعني رغم أنه عندك نشاط فكري عالي قدرة على التحليل سرعة بديها عالية ولكن أنا بشوف أنه روتيني أكثر يعني تتعامل فيه على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع شوي يعمل نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين أهلك في البيت نوع من أنواع التقارب ممكن يكون فيه نوع من أنواع اللقاء أو الاجتماع أو الاتفاق أو المرح أو خبر معين ممكن يسعدك خلال هذا النهار يعني الأمور بتكون إيجابية على المستوى البيت في منكم ممكن يهتم بأمور إلا علاقة بالديكور أو الصيانة أو الترتيب أو بعض المشتريات أما بالنسبة إلى بيتك الخامس فعالبيت الخامس منقولك أنه الأمور العاطفية روتينية برضو ممكن يصير عندك شغف لتفقد بعض الأحبة أو أشخاص من اللي بعزوا عليك لكن ممكن تسمع خبر شوي يزعجك في ساعات الصباح بين الصباح والظهر يعني يوترك أو أنه يسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل اللي تدخل أنت بجو فيه من الحساسية العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني العلاقة ما بينك وبين الشريك تقريباً نحكي أنها إيجابية خلال هذا النهار ما فيه أي شيء سلبي ظاهر على الخارطة الفلكية فعشان هيك بصير فيه نوع من أنواع تقارب ما بينك وممكن مصالحة أو تقارب أو اتفاق على شيء معين أو جو من المرح بكون موجود ما بينك وبين شريكك بالعاطفة أو بالمال أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بفتح لك بعض الأبواب اللي إلها علاقة بالدعم المالي أشياء إلها علاقة إما بدعم من مؤسسات حكومية أو من أفراد ممكن يساعدوك بمبلغ مالي معين أو ممكن تلجأ أنت لطلب مساعد معينة في منكم ممكن يهتم بأمور الهلاقة بمشتريات زي الخزين أو ترتيب الأمور للفترة القادمة أو ممكن ينشغل بأمور الهلاقة بترتيب المصاريف والمشتريات وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايفه برضو يعني مش إيجابي قوي ولكن أنه بعطيك نوع من أنواع الاهتمام ببعض الأشخاص خارج البلاد وممكن بعض الإتصالات والتواصل فيهم وتفقدهم ممكن الاهتمام بدراسة أو بمسلسلات أو أفلام تيجي شوي فيها نوع من أنواع الخيال العلمي أو الأشياء اللي فيها نوع من أنواع الأكشن والحركة وأشياء من هذا القبيل رغم أنه العقرب يعني بيميل للرومانسية أكثر أو للقصص الواقعية أكثر ولكن اليوم بكون شوي مزاجه مختلف في هذا النمط أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه شوي الأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط فعشان يكمي يقول لك اليوم حاول أنك ما تشوه سمعتك وما تتصرف أي تصرف ممكن أنه يخلق لك فجوة خصوصاً على مستوى السمعة ما تخالف القوانين ما تدخل فيه أشياء مشبوهة وبرضه ما تحاول أنك تختلق مشاكل ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو شوي فيه أمور جيدة بتدعمك خلال هذا النهار يعني ممكن نوع من أنواع التواصل أو الاتصال بأشخاص معينين من معارفك إما لاستشارتهم أو تفقدهم أو المساعدة في أمر معين أو التواصل هم يتصلوا فيك لنوع من أنواع التفقد تتفاجأ أنت من اتصالهم يعني اليوم فيه أشياء إيجابية من باب العلاقات والأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه بيت المتاعب شوي يعني بقولك دير بالك على صحتك حاول تأخذ قسط كافية من الراحة ما ترهق حالك بالأعمال والأشغال حتى لو كانت منزلية اعمل الإشي الواجب عليك الإشي المهم وحاول أنك أنت تأخذ قسط من الراحة عشان وضعك الصحي يكون حساس بالفترة هاي في منكم ممكن يسمع خبر أو معلومة عن شخص بعز عليه أو بعرفه إما أنه بوضع صحي تعبان أو أنه بيكون أو مريض مثلا أو في مستشفى أو ممكن أنه يكون إلو علاقة بالأمن وبالشرطة وبالسجون برج القوس اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة فيه احتمال يكون فيه نوع من أنواع القلق اتجاه أحد الأحبة طبعا هذا بيكون فيه ساعات الظهيرة ممكن عندك اليوم نشاط ودينماكية عندك حركة يعني مشحونة بطاقة إيجابية عالية جدا بتميل اليوم للهو وتعرفيها عن النفس أنت بالفعل بتستحق هذا الإشي لأنه الضغوطات اللي مرت عليك الفترة الماضية كانت كبيرة فتستحق هاي الخطوة أو الإيجابية اللي اليوم موجودة ممكن أنت اليوم يكون عندك يعني رغبة باتخاذ قرار مفيد ومهم اتخذوا وما تخافش أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد نفسيتك اليوم مشحونة بطاقة عالية عندك رغبة عالية جدا بالانطلاق بمرح نفسيتك حلوة يعني بتحاول أنه حتى ما تخلي إذا صار أي سلبية ما تخليها تسيطر عليك خلال هذا النهار يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية كاملة على المستوى النفسي والشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فبدعم الأشخاص اللي على رأس عملهم يعني الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن اليوم يحصلوا بعض الأموال اللي إلها علاقة بالعمل الإضافي وفيه أشخاص ممكن يحصلوا على أموال لئلهم يعني ممكن رواتب أو دعم أو أشياء من هذا القبيل أو نوع من أنواع الهدايا يعني حد يهديك مبلغ من المال أي يساعدك في هذا الموضوع أو يدعمك في هذا الموضوع برضو اليوم جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني تماما على مستوى اتصالاتك وتنقلاتك يعني كما أنت معتاد حتى على مستوى النشاط الفكري ولكن اللي عندهم امتحان أو دراسة بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت أنت سيطرت على الأمر تماما في منكم ممكن أنه ينشغل في بعض الأمور كصيانة ترتيب مشتريات منزلية أعمال منزلية لقاءات عائلية يعني أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بس بتكون إنها بأجواء جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني عندك راغبة حتى أنه في بعض الأعمال بتحب أنك تنجزها خلال هذا النهار ممكن تهتم فيها وممكن تهتم في أمور إلا علاقة بالمشتريات أي مشتريات إلا علاقة بالأدوية إلا علاقة بفيتامينات إلا علاقة بأشياء صحية أو مواد حتى صحية ممكن حتى تجميلية ممكن تهتم فيها خلال هذا النهار هي برضو بدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع برضو على مستوى الشراكة الأمور جيدة وفي نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار حتى لو صار في يعني لنفترض موقف معين بعصبك ممكن تتقبله أنت وتطلع من الموضوع كأنه مصارش ولا أي شيء يعني عندك قابلية أنك تتجاوز أي شيء خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن يعني اليوم تجد شيء كان ضايع منك الفترة الماضية يعني بالصد في هيك تلاقيه ممكن سداد دين كنت مش متوقع أنه هذا الشخص يجيب لك هاي الفلوس اليوم تجيك ممكن تهتم في أمور العلاقة بالفوترة أو الترتيب أو الترتيب الأوضاع المالية أو بعض المشتريات أو طلب أموال نوع من أنواع الدعم برضو ممكن يصير خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو قوي جدا اليوم يعني يدعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك ممكن أنت اليوم يكون فيه إنجازات ما كنت تتوقعها اتصالات ممكن تجيك من أشخاص ما كنت تتوقع أنهم يتصلوا فيك ممكن الاهتمام بأوراق قانونية بشكل إيجابي لصالحك وفيه منكم ممكن يهتم بمسائل العلاقة إما بمراسلة أشخاص خارج البلاد أو مشتريات عبر النت مثلا أشياء يعني إلها قابلية للشحن مثلا وفيه منكم ممكن يهتم بدراسة أو اهتمام بلغة أو ثقافة معينة أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى العمل بالمؤسسات الكبيرة وزملاء على مستوى العمل يعني ما فيه أي شيء إيجابي أو سلبي وسمعتك أنت اليوم برضو على حسب طبيعة عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو برضو جيد على مستوى التواصل والاتصالات مع الأصدقاء فممكن اليوم تتفاجأ باتصال صديق معين أو شخص زمان إلو ما اتصل فيك اليوم يتصل فيك يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينه اليوم جيد وبرضو الأمور فيه جيدة وبتدعم بشكل جيد حاول قدر الإمكان أنك أنت تتجاوب مع الوضع هذا بشكل إيجابي يعني وممكن أنت يا أما أنت تتصل في أشخاص نوع من أنواع طلب المشهورة أو المساعدة في مسألة معينة أو هم ممكن يتصلوا فيك أو يطلبوا منك المساعدة في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن أنه بحقق لك بعض الإنجازات خلال هذا النهار أنه ممكن تهتم ببعض الأعمال تعرف الإشي المهم من الأهم تنجزه فيه منكم ممكن يهتم بأمور صحية أو مشتريات صحية أو فيتامينات أو مكملات غذائية أو أشياء من هذا القبيل وفيه منكم ممكن يهتم بشأن صحي مرج الجدي بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي أنت بتعيشها فيه نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات فيه منها مهم ولكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه اليوم نفسيتك متقلبة بين إيجابية وبين سلبية طول اليوم فعشان هيك لحظات بتكون أجواءك جيدة ولحظات بتلاقي حالك متوتر تيجيك بعض الأفكار ممكن تنفعل بترجع بتهدى يعني بتتقلب مزاجك اليوم بشكل على أكثر من اتجاه أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني شوي على الوضع المالي ممكن يكون فيه بوادر لبعض الأشياء اللي ممكن أنها تساعدك بالفترة هاي إما أنه دفعة مالية أو مساعدة مالية أو هدية أو شخص بدعمك بشيء معين أو ممكن تحصيل بعض الأموال أو أشياء لها علاقة برواتب من هذا القبيل أو فيه منك ورح يهتم بأمور فوترة ويرتب أموره بشكل جيد اللي أشخاص اللي على رأس عملهم ممكن اليوم يحصلوا مبلغ من المال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني روتيني مش الشيء الإيجابي الكثير ولا السلبي الكثير على مستوى الاتصالات والمواصلات يعني بتتحرك بالحدود اللي أنت متعود عليها فيها إيجابية يعني ما فيها سلبية ما فيه إشي بيخوف فيها ممكن تحصل بعض الأشياء اللي يعني تكون لصالحك أو بتدعمك بشكل قوي وفيه منكم ممكن يهتم بالاتصالات والمواصلات وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه جيد يعني بدعمك بشكل قوي على المستوى العاطفي ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم ممكن أشياء يعني تحدث إيجابية أو خبر أو تصرف يعني يكون على مزاجك صحيح أنه في فترة الصباح ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية ولكن لا النهار كله إيجابي فبدعمك بشكل قوي وممكن حتى اليوم إشي له علاقة بالحظ يصير معك بشكل ملفت للانتباه أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك أنت بتتعامل على مستوى أعمالك زي ما أنت متعود بدون زيادة أو نقصان وممكن الاهتمام بشؤون صحية أو مشتريات صحية أو تجميلية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكي برضو جيد فممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التوافق أو التواصل الجيد ما بينك وبين الشريك يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينكم بشكل كبير فهذا الإشي بفتح مجالات ممتازة وأجواء رائعة بتكون ما بينك وبين شريك العاطفي أو شريكك بالعمل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور يعني فيه نوع من أنواع الحدية ممكن تكون في الساعات الظاهرة على تصرف معين أو مطالبة معينة أو التزام معين ممكن يوترك شوي ولكن ترجع الأمور على طبيعتها ترجع بتسيطر على الأمور أنت برجاحة حقلك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وعلى مستوى أوراق قانونية أو معاملات قانونية كلها بتصب في مصلحتك وفي منك رح يهتم إما بشراء أشياء يعني حاجيات مثلا عن طريق النت عشان توصلوا وفي منك رح يهتم بأشياء لها علاقة بالتنقلات الكثيرة أو بالسيارات أو بالسفر أو معاملات قانونية لها علاقة بإقامة بهجرة بأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بدعمك على مستوى السمعة بشكل قوي جدا فاليوم سمعتك أنت رائعة اللي عنده أعمال اليوم بنجزها بشكل قوي ممكن يتعاون حتى مع زملاءه بالعمل أو رؤساه بالعمل في بعض الأمور وتكون إنجازاتهم رائعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو منقول إحنا يعني شوي في نوع من أنواع روتينية في اتصالاتك مع الأصدقاء ولكن ممكن اليوم يجيك اتصال معين يعني تتفاجأ من الشخص اللي بتتصل فيك أو تكون مفاجأة اتصاله فيك أو تفقدك في هذا اليوم أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو جيد حاميك وآمن ما فيه أي خوف أو أي توتر بالعكس الأمور جيدة جدا أمور إيجابية بتقدر تنجز اليوم أعمالك وبتقدر تراقب وضعك الصحي برضو في المقابل ممكن تنشط في أمر إلو علاقة بالصحة ولكن إنه بكون إيجابي وفي منكم ممكن إنه ينشغل في مسألة بتتعلق في شخص إما بمستشفى أو في سجن برج الدلو طبعا القمر في البيت الثالث بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية لترويج لمشروع معين بنجاح رح تكون باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم شي إنك ما تكون وحيد ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط تمتلك سرعة خاطر أو سرعة بديهة عالية ومهارة ملموسة يعني اليوم إيجابي القمر في الحمل بيت حليف لا إلك بدعمك بشكل قوي فعشان هيك اليوم نفسيتك بتكون أحسن استقرارك بيكون أحسن عندك قابلية عالية جدا لإنجاز مهام أو أمور بتكون رائعة يعني فيه مشحون بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني وهنا بدي أنوه على بعض الأصدقاء اللي علقوا لك أنت بتقول عن المال وما أجناش مال وبتقول بدو يجينا مال وما فيش مال أنا ما قلت بدو يجيكم مال أنا ما بحكي بدو يجيك مال ولا بوعدك إنه بدي يجيك مال ولا بجزم على إنه بدي يجيك مال أنا بحكي فيه فرص تستغلها يجيك منها مال إذا أنت طلبت من أشخاص ممكن يجيك مال إذا إلك مستحقات على ناس ممكن يجيك مال إذا أنت بتطلع من البيت وعلى رأس عملك ممكن يجيك مال وفيه أشخاص اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي ممكن يجيهم مال ولكن ما بقول لك بدو يجيك مال كلمة بدو يجيك مال هاي مش من أسلوبه فعشان هيك حاولوا إنكوا تسمعوا الكلمة صح عشان أنتوا ما تتهموني اتهامات مش صح اللي أنا حكيته برضو هاد اليوم هو بنطبق على نفس توقعاتكو فعشان هيك أنا حاولت أوضحلكوا إياها وأجاوبكو على السؤال اللي أنتوا أو التساؤل اللي أنتوا تسألتوا فيه أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا بذات التوقعات أن القمر في بيت حريف لألكم بالنسبة للبيت الرابع يعني فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت عالي جدا ولكن الآن ببلش ينزل شوي شوي الضغط هذا يعني دلالة على فيه مبادرة لمصالحة أو فيه مبادرة لتقارب أو مبادرة لنوع من أنواع الأشياء اللي ممكن تعمل لنوع من التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة اليوم يعني فيه ضغط ولكن أنه الضغط هذا بيخف عن الأيام الماضية فيه منكم ممكن يهتم بمشتريات أو تسوق أو أشياء إلها علاقة بترتبات أو صيانة منزلية روتينية عادي طبيعي جدا ولكن ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية بسبب أحد أفراد العائلة أو موقف معين أو أشياء تابعة للفترة الماضية بظلها مستمرة على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فمنشوف أنه اليوم روتيني على المستوى العاطفي فأنت بتتعامل على المستوى العاطفي بطبيعتك بدون لا إيجابية ولا سلبية إذا كنت أنت عاطفي ومحبوب ودنجوان وعندك علاقات عاطفية فاليوم جيد إذا أنت من النوع اللي أنت بتهتم بحبيبك فاليوم جيد إذا أنت من النوع النكدي واللي بتسبب مشاكل وبتختلق المشاكل فاليوم مش جيد فهو روتيني يعني ما فيه دلا تأثيرات كواكب لا إيجابية ولا سلبية طبيعتك هي اللي بتحكم البيت هذا أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف البيت السادس يعني برضو فيه نوع من أنواع الضغط على المستوى العملي ما زالت الأمور ضغطة على البيت العمل فعشان هيك بتظل الأمور متراكمة على العمل أو فيه جمود في العمل وهذا بسبب لك توتر لأنه أنت من الأشخاص اللي بتحب تشتغل وبتحب تتحرك وبتحب تنجز فإذا العمل تراكم عندك أنت هذا الإشي بضعف نفسيتك على المستوى الصحي برضو بدك تدير بالك على صحتك وضلك مراقبها ممكن الفترة الماضية شعرت ببعض الأمراض أو صار عندك بعض التعب الجسدي أو الصحي ما زالت الأمور للأجواء أنه فيه قابلية للتعب الصحي حاولة تحافظ على حالك الفترة هاي أما بالنسبة للبيت السابع فلغاية ساعات الصباح الأمور بيكون فيها حدية ولكن من ساعات الصباح بيصير فيه نوع من أنواع التوافق أو التقارب ما بينك وبين الشريك أكثر وممكن يكون فيه نوع من أنواع المصالحة خلال هذا النهار أو تقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار على حسب برجه وطالعه أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو روتيني على مستوى الأموال المشتركة فروتيني بتتعامل على حسب الروتينة وحسب الطبيعة اللي أنت فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصال أو الاتصالات الخارجية أو البعيدة أو ممكن التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اهتمام بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو أشياء لها علاقة بمعاملات سفر زي إقامة زي تجديد إقامة زي مساعدات خارجية أو مشتريات خارجية تطلب شحن لعندك أما بالنسبة لأمور الدراسة والامتحانات فهي جيد اليوم برضو على مستوى كل الأشخاص اللي بيقدموا امتحانات بهاي الفترة أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو روتيني برضو على بيت السمعة ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك 11 فهو قوي جدا بدعمك على مستوى حلفائك أو أصدقائك أو معارفك فممكن أنهم يدعموك بمسألة معينة أو يساعدوك في مسألة معينة أو ممكن أن تتحقق إنجازات بمساعدة صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك حاول أنه أنت اليوم تنجز العمال المهمة وحاول أنك أنت ما ترهق حالك زيادة حاول تأخذ قسط كافي من الراحة ممكن تهتم اليوم بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة أو المعارف برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر صار ويلعب قريب إلك أو شخص من المقربين لإلك دور مهم خلال هذا النهار ممكن تهتم بقضية أو بشراكة أو بعمل بتعالج أمور بشكل دقيق وبتهتم بالأولويات المالية ممكن تجد الحلول لتسويات يعني القمر كانوا جيد وموجود في البيت الثاني فبدعمك بهذه الأمور يشكل لك أشياء إيجابية ممكن اليوم برضو يعني يكون فيه نوع من أنواع الضغوط المالية أو المشتريات المالية أو المصاريف المالية ولكن أنه بالأغلب هو إيجابي رح يكون أما بالنسبة للبيت الأول نفسيتك اليوم أحسن مشحون بطاقة كبيرة بالعكس اليوم عندك يعني أشياء مهمة جدا أنت بتقدر تنجزها عندك نشاط عالي جدا وأفكارك تقريبا مستقرة أما بالنسبة للبيت الثالث فبشوف فيه نوع من أنواع التوتر بظل موجود عندك أو العصبية والحدية لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتختفي بصير عندك دينماكية بصير عندك حركة بصير عندك نشاط تقدر تحلل الأمور بمنطقية أكثر وعندك قدرة على الإقناع عالية وعندك قدرة على الإنجاز عالية فيه نوع من أنواع التعاون ممكن يكون ما بينك وبين أخ أو جر اللي عنده امتحان أو عنده دراسة على المستوى الابتدائي إذا أنت بتحثوا أبناكوا على الدراسة أو بالنسبة للطلاب اليوم امتحاناتهم جيدة وخصوصا من ساعات الصباح لساعة المساء الحظ بدعمهم بشكل قوي خصوصا للامتحانات على المستوى الدراسي الأساسي اللي هي ثانوية وابتدائية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على المستوى البيت الرابع يعني شوي الحدية خفت يعني فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين أفراد العائلة فيه نوع من أنواع التقارب إما أنه تقارب لأجل المصالحة أو أنه صار الأمر روتيني يعني وتعودت على هذا الضغط اللي موجود فأنت تأقلمت معاه في منك وممكن يكون عنده كثير من الالتزامات العائلية اليوم أو المنزلية مثل ترتيبات أو تصليحات أو اهتمامات بأمور إلها علاقة بمشتريات أو أشياء إلها علاقة بنوع من أنواع فتح نقاش يعني ما بينك وبين أحد الأشخاص من العائلة يعني بالأيام الماضية اليوم يستمر هذا الموضوع كمان ينفتح من أول وجديد أو ممكن مشكلة بتتعلق في البيت أو بأحد أفراد العائلة ومقلقيتكم من فترة وما زالت الأمور أنتم مهتمين فيها أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فأنا شايف الأجواء روتينية اليوم يعني لا إيجابية ولا سلبية على حسب طبيعتك أنت بتتعامل مع الحبيب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس حاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك يعني صحيح أنه في ضغط عليك ولكن حاول أنك تنجزها بدون تأخير وبدون تقصير واهتم بشأنك الصحي أو بوضعك الصحي راقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تهمله ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الزملاء أو أحد الأصدقاء في العمل أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك من ساعات الصباح مع الشريك فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك تجاوز لأشياء صارت في الماضي أو ممكن أنه ينفتح يعني زي نقاش ما بينك وعن مسألة معينة واليوم تنحل وتصير الأمور إيجابية فيه تقارب واضح ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن فالضغوط اللي بتحس فيها إلك أكم يوم مع مستوى الأموال المشتركة في ساعات الصباح بتبلش تقف الأمور هاي فبتفتح لك مجالات بتدعم المجالات اللي في البيت الثاني للحصول على بعض المساعدات أو الدعم أو ممكن تحصيل بعض الأمور اللي إلك اللي كان صعب أنك أنت تلاقيها وفيه منك وممكن يجد شيء كان فاقده بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى دراسة لغة جديدة أو بحث في مساء العلمية أو ممكن النقاشات على مستوى سياسي مستوى دين يعني كلها هاي بتلفت انتباهك خلال هذا النهار وممكن كلها تكون نشيط فيها فيه منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو بمعاملات لها علاقة إما بالسفر أو علاقة بالإقامة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جدا يعني بدعمك على مستوى العمل اليوم تثبت جدارتك وممكن أنه تلفت أنظار حتى المسؤولين عنك بالعمل من رؤساء أو زملاء وبتقدر تحافظ على سمعتك الأمور إيجابية ودعمة إلك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أن الأجواء يعني شوي فيها نوع من أنواع التحسس ما بينك وبين شخص من معارفك أو أصدقائك ممكن تصرف تصرف غلط أو بادر بشيء ما كان لازم أنه يبادر فيه أو تجاوز حدوده معاك فهذا الإشي مزعجة كلال هذا النهار حاول أنك أنت تمسك أعصابك ما تنفع المباشرة لحديث ما تتبين الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو تقريبا نقدر نحكي شبه آمن يعني ما فيها الإشي الخطر موجود فيه بتنجز أعمالك بتراقب وضعك الصحي وممكن تهتم بشؤون صحية أو ممكن يجيك خبر بتعلق بصحة أحد الأحبة أو المعارف شوي يكون بعافية أو بشأن قانوني يعني يكون بسجن هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر